المشروع السياسي للجماعة وأهدافه وغاياته وخصائصه وإذا جاز لي أن أقتبس فقرة يعني من هذا من هذا المحور ويصعب يعني الاقتباس لأن الفقرات مترابطة ولكن لا بأس اقتبس اقتباس يتحدث عن هوية الجماعة من هي جماعة العدل والإحسان جماعة العدل والإحسان حركة إسلامية مغربية العصل والمنشأ وجماعة دعوية تربوية تتوب إلى الله وتدعو أعضاءها والناس إلى معرفة الله عز وجل والتوبة إليه ثم هي أيضا حركة مجتمعية سياسية مكانها الأساسي والطبيعي هو المجتمع بما هو حاضنة شعبية فهي على هذا النحو ليست توجها منزويا مستقلا عن ما يدور حوله وليست مجرد حركة قافية فكرية كما أنها ليست حزبا سياسيا بالمعنى المتداول للحزب السياسي جماعة العدل الإحسان تسعى للإسهام إلى جانب غيرها في تحقيق المعنى الكل للعبادة فرضيا وجماعيا ومجتمعيا من دون احتكار للإسلام ولا فرض لفهمها له على الغير ولا ادعاء على قدرتها وحدها على حل معضلات المجتمع والعالم من دون إسهامات باقي التصورات على قاعدة الحوار البناء والتعاون المثمر الهادف المحور الثاني كان هو المحور السياسي وكان مؤثر بحرية وعدل وحكم المؤسسات وتم تقسيم هذا المحور إلى قسمين قسم كان فيه الحديث عن بناء دولة العدل والكرامة والحرية وقسم كان فيه الحديث عن بناء حكم المؤسسات وتلاحظون بأننا ميزنا بين الدولة والحكم وحينما نتحدث عن الدولة هنا نتحدث عن الدولة بالمعنى العام دولة بأركانها الثلاث بما هي السلطة وبما هي الشعب وبما هي إقليم لذلك كان هذا كان هذا التمييز من العناوين التي شميلها القسم الأول أي بناء دولة العدل والكرامة والحرية من مجتمع الدولة إلى دولة المجتمع عنوان من السلطوية المدسترة إلى الدستور الديمقراطي دولة الحقوق والحريات دولة اللامركزية دولة الإدارة المواطنة والفاعلة دولة مستقلة ومنفتح من العناوين التي شميلها القسم الثاني الصورة الثلاث يعني السلطة الشريعية السلطة التنفيذية السلطة القضائية هيئات الحكامة الأحزاب النقابات الجمعيات الجمعيات السياسة الأمنية السياسة الدفاعية الوقاية المدنية هذا المحور تضمن 220 مقترحاً وإذا جاز لي أن أقتبس مع تسجيل نفس الملاحظة السابقة يمكن أن نقرأ هذه الفقرة التي كانت تقديم في الموضوع في القسم تسعى جماعة العدل والإحسان إلى الإسهام في بناء دولة عصرية عادلة منضبط للتعاقد الدستوري المنبطق عن الإرادة الشعبية دولة مدنية بكل ما يعنيه ذلك من بعد عن طبيعة الدول التيوقراطية والعسكرية والبوليسية وإنها دولة القانون والمؤسسات القائمة على الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات وعلى التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومنتظمة وفعالة دولة تسعى عبر مؤسساتها وبرامجها إلى مشاركة المواطنين في الحياة العامة مع خضوع مسؤوليها للمحاسبة والمساءلة بغض النظر عن مكانتهم السياسية ومواقعهم الاجتماعية إلى أن نقول ننشي الدولة المجتمع أي الدولة التي تجعل أولى أولوياتها خدمة المجتمع وضمان أمنه واستقراره والسعي الدعوب للرقي به بعيداً عن أي تمييز بين أبنائه المحور الثالث وهو المحور الاقتصادي والاجتماعي تم تعطيره بعدالة وتكافل وتنمية مستدامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر